في مركز التراث العربية التابع لمأهد الشارقة للتراث تتواصل فعاليات مخيم الراوي الصيفي الذي يستمر حتى رابع من أغسطس المقبل كبرنامج استباقي قبيل انطلاق ملتقى الشارقة الدولي للراوي في نسخته الثانية والعشرين تعزيز المهارات الإبداعية والثقافية لدى أجيال المستقبل هدف العديد من المخيمات الصيفية وهذا ما كان واضحا في مخيم الراوي الصيفي فهنا في إحدى قاعات مركز التراث العربي يجتمع الأطفال من أصحاب المواهب الواعدة لتعزيز مهاراتهم المختلفة والتعبير عنها من خلال التفاعل بالورش المصاحبة لمخيم الراوي الصيفي كورشة أمير البحار أنا يأتي المخيم عشان المخيم يطلع مواهب الأطفال اللي هما أصلا ما كانوا يدرون عنها واليوم استخدمنا أفكارنا وكلها جمعناه وخليناها بهالرسمة وهالشي صج صج يعبر وشي زين بعد ما خلصنا القصة كانت لنا ورشة عملية يرسمون على لواحة كامفس ما يتخيلون من القصة بحيث أنهم يتعرفون على أوالم أخرى ويعبرون عن ما يتخيلون من خلال رواية القصص أو ما بعد القصة هذه الأعمال الفنية تشير لنا أو تبين لنا ماذا فهم الطفل من القصة دمج العناصر الفنية بالخيالات الإبداعية أساليب ركزت عليها ورشة شخصيات من أعماق البحار ففيها يتعلم الأطفال مهارات السرد القصصي عبر الرسوم والشخصيات الخيالية الهدف من الورشة تشجيعا على التعبير والرسم رسم أفكارا أكثر مما أنه يرسموا الأشياء المتعودين يشوفوها لأن الطفل بهذا العمر متعود يشوف رسم وتحركة معينة فبيصيروا بيرسموا بألدوا الأشياء اللي بيشوفوها أما ورشة فنون ومهارات الحكوات فتتلخص أهدافها في اكتساب أساليب السرد الروائي وطريقة إيصالها بطريقة ممتعة نعلمهم اللي هي حركة الجسد إشارات الجسد لغة الجسد في الحكواتي يعني الحكواتي ما يوقف شذيوقو القصة لازم يحرك كده اللهجة النبرة هذا اللي قاعد نعلم الحيال عشان أنه بالمستقبل يكونون حكواتية أو رواد مميزين يستهدف مخيم الراوي الصيفي الأطفال من السنة الثامنة إلى الثانية عشرة وهو برنامج استباقي لملتقى الشارق الدولي للراوي في نسخته الثانية والعشرين المقرر انطلاقه في شهر سبتمبر المقبل وسط باقة من البرامج الفكرية والأدبية المميزة